بسم الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غا نديروه على البريوات بالحوت بالنسبة غا نحتاجو مجموعة دي المقادر غا نبدأ معاكم بالتوابيل التوابيل اللي غا نحتاجو لها القصبور ومتقوق غا نحتاجو الكامون وليبزار سكنجبير وتحميرة بالنسبة للحوت غا نحتاجو الكلامار و الكروفيت غا نحتاجو الشعرية الصينية معلقة كبيرة دي الزبدة معلقة دي السودانية تاتات الفصوص ديال التوم الجبن مبشور بصلة متوسطة مقطع قطعة صغيرة عدنا طون زيتون مقطع قطعة صغيرة عدنا قصبور ومعدنوس اربع لحفظة مرقدة عدنا لي شومبينيون عدنا زيت الزيتون ومائتين وخمسين جرام ديال لورقة البستيلة ونص حمدة غا نحتاجو العسر ديالها اول حاجة غا نبدأ بها في كاسرول اللي غا نتكون فيها الماء غا نديروها تغلى حتى اه يطلع البخار ديالها ثم بدتك تغلى معاي بها الطريقة غا نزيد لها قياس ديال الملحة غا نضيف لها الشعرية الصينية ولا الفيغ مثال على حسب نشوف ما شكا تقولوا لها غادي نحاول ندخلها في المدينة مزيان حتى تغطى وتبدأ تدبان معانا خمسة دقائق حتى تبدأ طيب معايا تقريبا خمسة دقائق قرح كافية باش طيب هانتو مع لها الطريقة كم قند خلدك الشعيرات ديالها كاملين حتى يتغطوا بالماء طيب هانتو معايا مصرح كافية باش طيب بشعليها بزاف باش مني كنحيلها ما كتعجين معي ما حتى حاجة هانسوما وطابت معي ده بغا نصفيها هنصفيها في واحد البول اللي غادي ته من بعد غالي نحتاج انني غالي نقطعها بالمقص من بعد ما كتتتفى معي وكتتطلق المالي فيها كنقطعها بالمقص على هاتطريقة من بعد كنبق نهزها كباش كننشوف الى بقات شي حاجة ما مقطعش في التحت هاو قنقطعوية سخونة من بعد غادي ناخد مقيلة غادي ندير فيها آآ قياس ديال الزبدة غادي ندير فيها ديالي باش غادي يتشحروا في ديك الزبدة غا نقليهم حتى يطيبو معي ما كيحتاجو له كتير خمسة دقائق هنضف لهم واحد قياس ديال الملحة خمسة صغيرة ديال الملحة هنقليهم بها الطريقة غادي نضيفهم الشارية الصينية ديالي من بعد غادي ندير فيها زيت الزيتون غادي ندير البصلة ديالي تقلة غادي نحركها لها ديال شكل حتى سبدا تتبال معايا فادي الاثناء غادي نحكي الفصوص ديال توم دو كتلات فصوص ديال توم في الحكاكة ديالي من بعد غادي نضيفهم على البصلة اللي كنت كتتقلة اللي خلصها كتتقلة غا تبكر نبدأ تكتدبال معايا غادي نضيفهم على البصلة غادي نزيد نحرك باش يتقل لهم معايا بجوج غادي نضيف لهم آآ الكالامار غا نستمر في التحريك ديال بصلة وكالامار حتي بدوي طيب وليا الكالامار ديالي هو كياخد شوية دلوقت على الكفاغات يعني كان بدوي الكالامار هو اللول غا نستمر في التحريك حتى الطيب تحتي يقرر بي طيب من بعد غادي نضيف له الكفاغات غا نستمر في التحريك حتى ديال المقيلة ديالي حتى كي يقرب الكفاغاتي طيب من بعد غادي نخليهم على ما نصيب آآ الحامض مرقض غا نقطعه لها الطريقة غادي نقض نص ديال كمية ديال اللوب وغادي نقطعهم وغادي نضيفهم على المقيلة ديالي غادي نستمر في التحريك باش ندامج العناصر مع بعضياتها من بعد غادي ننضيف لهم قصبور ومعد نوس مع الاستمرار في التحريك وغادي نبدا نضيف العطرية ديالي شوية بشوية أول حاجة غا نبدأ بالقصبور نيابز من بعد غادي نضيف الكامون والإبزار من بعد غادي نضيف تحميرها مع سكن جبير كيبقى والمقادر ديال التوابل عينكم ميزانكم على حسب الكمية ديال الكفافات اللي ديالين وكالامار وعلى حسب الكمية اللي ديالين غادي نضيف آآ الحار والسودانية على حسب اللي توفر عندكم أنا غادي نقص شوية لأنه كيلي ما كيقدرش علاج جديد ديال الحار بزاف هنستمر في التحريك آآ واحد الموكوين اللي نسيت ما ضفتهش من اللول هو لاصوس اللي غادي نحتاج منها جوج معالق آآ غادي نضيف العناصر اللي كانت آآ اللي قليت في المقيلة ديالي هنضيفهم كاملين بهالطريقة وكي نحرك هون باش يندمجوا مع الفير ميسيل من بعد غا نضيف لهم هنستمر في التحريك باش تندمجوا لي العناصر غالي ندير آآ عاصر ديال الحامض قريبا واحد المعينة لقاة كبيرة حامض كي يعطي واحد النكهة رائعة للحوت هنستمر في التحريك غالي نضيف قطع ديال زيتون انا دات البلدي لاتوفر عندكم الرومي ولا البلدي بحل بحل لي توفر عندكم ديرو من بعد غالي نضيف جوج معلق ديال آآ لاصوس اللي وريسكم في اللي نسيت ما ضفتاش آآ في المقادر من اللول ما شي مشكيل غا تلقون في صندوق الوصف غالي روج معلق سقار ديال لاصوس غالي نستمر في التحريك حتى نتندمج معي العناصر كاملة من بعد غالي نضيف الجبن المبشور ما عليس لي مرار في التحريك في طبيعة الحالة باش العناصر كتدخل في بعضياتها وكتندمج من بعد كنزيد آآ واحد لقدر ديال ملعقة ونصف ديال زيت الزيتون ده بغني نوجد الورقات البسطيلة ديالي غادي نقطعها على هات الشكل بالنسبة للحجم ديال البريوات كيبقى اختياري اختياركم بغيتوا بغيتوا تديرهم كبار بغيتوا تديرهم تبسطين صغار يعني الحجم كيبقى من اختياركم انا غاني نديرهم شوية كبابرين يعني انتم ما ديروا الحجم اللي لناسبكم غا نستمر في تقطع حتى نقطع الورقات البسطيلة ديالي كاملها على هات الشكل انا كنوريكم المراحل كاملها بالترتيب باش اه ما زي ما تتبعوا معي المراحل كاملين اللي اول مرة غادي دير البريوات يعني غادي يجيوه ساهلين وما نقص تحت مرحلة باش اه باش اه يجيوكم كل شيء اه واضح اه بالنسبة للورق البسطيلة اللي 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 غان نخدم بهم غان غاني نوجدهم دابا اما المباقية نديرهم في بلاستيك غيدائي باش ما تنشفش ديال ورقة ديال البسطيلة اه كان نبدأ الحشوة كان ديرها في الجهة اللي لنشفها اما الجهة اللي اللي مدهونة ولا كتبري كيف ما قنقولو غان نخليها لتحت يعني الجهة اللي نشفة هي فيش كان دير اه الحشوة ديالي غاني نديرها هات الطريقة غاني نوريكم كيفاش كان عمر كان ناخد القياس ديال الحشوة اللي عندي كان ندخلها مزيان في الورقة ديال البسطيلة بهاد الشكل كالفها بهاد الشكل وكيف مبور يسكون في اللول را كنحيد ديال كل جواني بلي كتكون شوية نشفة ولا ولا قاصحة في الورقة ديال البسطيلة باش ما كتعد بناش هاد الجنيب كندخل لول داخل الاشاط لينا هان عاود نوريكم طريقة كننلفو بهات طريقة ويلما بقات ليش في نسميشو انا غنصيب معكم العجين باش كنلسقو الورقة ديال البسطيلة اه العجين اللي مكون من الطحين والماء غادي نوريكم من بعد كيفاش غادي نحضروه باش اعنايا اه باش نكون متأكدة انها ما غاديش تتحل معايا كنتن ان الطريقة واضحة ديال اللف ديال البريوات كما كتلكمني كيشوطون يادو كجواني برا غادي نستنهم بالطحين والماء اللي غا نوجدو معاكم دابا طريقة تحضير بسيطة من الاحسن انه كنديرو قياس ديال الماء وكنحركو الخاليط ديال الماء وطحين وخاصو يجي خاتر على هاد الشكل كيجي بحل ان بوماد كيجي ساهل ان انا اه نسدو به الورقة ديال البسطيلة ديالنا كنكون متأكدين مياه في المياه انها ما غاديش تحن معانا بالنسبة الورقة الى جاتني على هاد الشكل را كان ندخلها بهذا الشكل وكان ندير الجوانب وكان سدها وكان ضغط عليهم بالنسبة للطريقة الثانية هاني غني نوريها لكم الى الورقة ديال البسطيلة ما ما كفاسكم مش باش تدخلوها لداخل كيجي كتسدوها بات طريقة وكتجي بسيطة وسهلة وانعود معاكم طريقة كلفها بات طريقة صافي كتكون تستس معي غا نستمر انا بنفس الطريقة ومن بعد غني نوريكم كيفاش غني ندهن البريوت ديالي بالزيت والزبدال الزبداللي دوبت دوبت في قياس واحد قياس معلقة ديال الزبدال صغيرة مع معلقة ديال الزيت اه وغلي ندهن بهم الطاوى ديالي وغلي ندهن بهم من بعد البريوة ديالي على هاد الشكل. غنستمر انا في الدهن ديال البريوة ديالي كاملين حتى ندهن الطاوى كاملها انا ما قليتهمش في الزيت يعني فضلت انني ديرهم في الفران انتو ما بغيتو تقليهم اه لكم الاختيار يعني اللي بغي يقليهم لي بغي يديرهم في الفران اه كتعطي نتيجة رائعة انتو ما من بعد انا منيخرجهم فرنا راه تحمروا معايا بهاد القياس. اه جاوا رائعين وجا الشكل ديالهم رائع والمدق ما نعودش لكم. لي غادي جربوهم. غادي اه غادي تعرفوا المدق ديالهم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفة اللي درت معكم ديال البريوات. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. اللي يدخل عليكم هاد الشهر بسحة والسلامة. ولي تمنيتوا ان شاء الله. ما بقى لي نقول لكم. عاكم عارفين في الاخرى ديال الفيديو وشكا نقول لكم. السلام عليكم.